أكد وزير الخارجية سمح شكري ثوبت الموقف المصري حول قضية سد النهضة وعلى رأسها ضرورة التوصل لحل عادل للقضية يحقق الأمن المائي لمصر من خلال اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد تأكيد جاء خلال اتصال هاتفي أجراه شكري مع نظيره الفرنسي جون إيف لدريان تمت خلاله مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترق واتفق الوزيراني على أهمية تشكيل الحكومة اللبنانية في أسرع وقت فيما يتعلق بتطورات الوضع السياسي في تونس أكد الجانبان أهمية احترام إرادة الشعب التونسي ودعم مؤسسات الدولة التونسية في مسعاها لتحقيق الاستقرار والأمن للشعب التونسي